البوسنة أول طلم تحت الكشف ما زالت تنيا مطلمة ستاسيونينا في واحد الباركينج فرق كبير مع ألمانيا لكن أنا ما جيتش نفوج جيت ندير الواجب ديالي الإسلامي قم قمنا تميرات جبناهم معنا مع واحد العاصير ديال المانغو بينا في غير تشاش ديال الفاكية الباقي كله سكاكر صلينا المغرب والعشاجة مع تأخير وبقينا مريحين تنتنو تيجي عندنا الأخ لغا يقطعنا تلجويه الجوج ديال الصباح هاد بان أبو خالد السعودي واحد الراجل كبير في العمر وعندو هيبة لابس روال أفغاني ولكن مغطيه بمونتو طويل خاش يلمس وكف أمو وتيه تربح المشايخ السوعدة راح حبينا واحد ترحي بحرارة وبدأت يشرح المستجدات لأبو حمزة الكرواتيين واللوم مزيرين اللعب على المجاهدين في العبور للبوسنة والخابر اللي كفس من هاد الشي كامل خاصة الطالبي الجهاد هو واحد الاتفاقية اتفاقية دايتون اللي الله تسنات باش يجمعوه طوي مع الحرب بقينا عاصرين تصلين الفجر وتتوكلنا على الله كراتني الدخلة ديال الحدود البوسنية بالدخلة ديال سبتة الفرق الواحد هو ما كينش دوك الجحافل ديال صحاب الكنتربونت الدنيا تتصفر مع النبوري أبو خالد ورانا ميندوزو بلاصينا البيكوب وهو يوقف علينا واحد خرج عنده السعودي التفاوض معه ما عرفت شو اش تهنسير سلكها بربي كبير المهم ديال كانت عندي فكرة غابية على البوسنة بسبب الفيديوهات دوك الفيديوهات اللي كنا نشوف فيهم غير ساحات القيتال بحل أفلام الحرب الأمريكية كنت خايف لنوصلوا يبدو القنابل يصبوا علينا من السماء ولا دوك القناصة دوك السنيبر يطيرون بواحد بواحد من الشواهق ربما حيت جيت مع الطل والحرب رسميا تسالت ولكن أغلب الطرق اللي دزنا منها كانت عادية جدا دولة أوروبية متخلفة نسبيا الناس عايشين نورمال أبو خالد بالبال مكينة ديال الهضرة خسر لي الفكرة اللي كانت عندي على المجاهدين قاعد ديك الكاريزما اللي كانت تتشعشع منه في الأول مشات في الباي باي كون غير بقى ساكت دير بحل ممانين التاكسيات تيها ضرف جميع المواضح السياسة الجواج السفر الفلوس الرياضة واحد الشيطان بدأ يوسلس ليه يكمل جهات تيحمق من بعد شي ساعة ومص ديال السوقان وصلنا الواحد العربية ديجا من قربنا بانولية بزاف ديال العسكر في الطريق أبو خالد مع عارفنا جداد بدأت يشرح لنا أن هادو العسكر البوصنيين ناس طيبين ولكن محتاجين اللي يجدد لهم الدين خصهم شي محمد بن عبدلو هبوصني ستاسيونينا هبطنا وبقينا سنتسنى وعوتاني تجا والإخوة بوحد الكاميو صغير عانقناهم وبدينا نشارجوا في الكاميو دك شي اللي جبنا معنا لإخوة اللي جاوا أعطوني فكرة على شنو تتسناني في المعسكر القنازة كبيرة والمية فار مرة أخرى الخيال مشي بحل الواقع كنت تنعتقد أنني غلق جيش إسلامي جرار لا أول له ولا آخر واقف في الجبهة لمواجهة أحزاب الكفر لكن لقيت عشرات وقيلة ما كاملينش تمية لك شي بحل كامبينج كل مجاهد اشتدير أغلب هم هزين مصاحف دي الجيب دك الصغيرين تقرأوا فيهم باش يجمعوا الحسانات ما حسيت في ديك اللحظة بتشي دفعة إيمانية يمكن دك اللي تفلق الشيطان بالحجر في الحج تيحس بالرعشة كتر مني ربما منت تكون مطلع سقف التوقعات بزاف أي حاجة قل تتصدمك تركيبة البشرية كانت يمانية سعودية بالأساس كانوا بعض الشيشانيين وشي باركة دي المصرعوة والمغاربيين كل شي محن سرتمة ولكن واصلين الاصطاج الوحش في الإيمان الصور ديالهم هي ديك الصور النمطية اللي عند أي واحد على المجاهدين الشعر طويل اللحية طويلة أو منتوفة حسب الجينات وكميشة ديال الاستثناءات واحد البلق بوصني تماما ديشق على اللحية علي اليماني مشتقون نقطة مع شرانو اليمنين أنا بقيت العصق في أبو حمزة فين ممشي نتن دير الصواب السلام عليكم السلام السلام بارك الله فيك جزاك الله خيرا أخوكم في الله أبو إسلام ما الاتيكيت الإسلامي مع الظهر ند واحد الأخي والدن فيني بان بيلل تأثير ديال الأدان كان عنده وقع عجيب عليها بحالي لقد لي الميزان ديالإيمان ذاك الإيمان اللي اضعف بسبب تناقض النظاري مع التطبيقي هات القادية بقى تدير لي حرق الراس علاش المؤمنين خصهم ديما يفكروا راسهم بالإيمان عن طريق الصلاة والصيام وقراءة القرآن علاش خص ديما الرشاش ترجمة نانسي قنقر